معرفة سيلو عملية التسجيل في القوائم الانتخابية بمدينة أموتيمان حاضرة ولاية سلامات هي الهدف الرئيس من زيارة تفقدية لحاكم الولاية الجنرال عبد الله إبراهيم صيام لبعض مراكز التسجيل في القوائم الانتخابية وبدأ الحاكم زيارته التفقدية بمركز المنطقة العسكرية رقم عشرة حيث أفاد قائدها الجنرال فوزري حسن بأن عملية التسجيل تسير بشكل جيد أما حاكم الولاية الجنرال عبد الله إبراهيم صيام قدم شكره لفريق اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري على ما يقدمونه من أجل أن يحظى كل مواطن على البطاقة البيومترية عقب ذلك وصل الوالي زيارته إلى عديد من مكاتب التسجيل الانتخابي داخل المدينة مناشدا سكان الولاية الخروج بكثرة نحو مراكز التسجيل من أجل التسجيل في القوائم الانتخابية لأخذ البطاقة البيومترية وهذا واجب وطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر